وصفتي لليوم من الوصفات الممكن تعملوها على الفطور وكمان ممكن تعملوها على الغداء اليوم رح نعمل مع بعض أطيب صنية ساندويش بحشبة الشاورمة والبيتزا طبعا هالوصفة لازم تجربوها طبوها ماي في البداية هون رح أحضر لخلطة الدجاج رح نحتاج ثلاث ملاقي كبار من لبن الزبادي معلقة صغيرة من الثوم المهروس معلقة صغيرة من قشور الليمون والبرتقال بالإضافة إلى ثلاث ملاقي كبار من عصير الليمون وثلاث ملاقي كبار من عصير البرتقال رح نحتاج كمان هون معلقة كبيرة من البابريكا بالإضافة إلى معلقتين كبار من الكاتشاب ورح نحتاج كمان هون معلقة كبيرة من بحارات الشاورمة الأفضل إنها تكون طيبة لأن النكهة كلها ببحارات الشاورمة طبعا آخر شي نزلت الملح ورشي من الفرفل الأسود هلا هون رح أنزل كيلو من صدور الدجاج طبعا عندي هون صدور الدجاج قطعت شرائح كثير رفعة بخلط الدجاج كثير منيح بالخلطة بتركه منقوع أقل شي مدة ساعته بهاي الفترة هون رح أحضر لصلصة البيتزا رح نحتاج كمية من زيت الزيتون ورح نحتاج كمان هون حب صغيرة من البصل طبعا قطعت شرائحة صغيرة بقلب البصل وبعدي هون رح أنزل معلقة صغيرة من الثوم المهروس برجع بقلبهم مع بعض حتى تطلع نكتهم وهلا هون رح أنزل الأعشاب الإيطالية الأورغان والريحان بنقلبهم حتى تطلع النكتة تمام وهلا هون رح أنزل البندورة بنسبة للبندورة استخدمت هون ثلث حبات من البندورة قشرتهم قطعتهم وخلطتهم بمعلقة كبيرة من معجون الطماطم نزلت هون معلقة صغيرة من الملح نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود بتركهم حتى يتسبكوا وبعد ما يتسبكوا معي بطف الغاز وهلا هون رح أحرسهم بالنسبة لنعمة الخليط بترجع لكم في ناس بتحب خليط صلصة البيزا يكون شوي خشن أكيد برجع لكم بس أنا هون نعمته هون نزلت صلصة البربكيو بتعطي نكهة كثير طيبة طبعا لمدخنة تركتها تغلط تقريبا مدة دقيقة وبعدها طفيت الغاز وبهيك عندي الصلصة صارت جهزة بالنسبة هون للدجاج طبعا نزلت كمية منيحة من زيت النباتي ونزلت الدجاج بالخلطة وقلبتهم وتركت الدجاج عندي هون حتى يستوي بالنسبة للبحرات إذا حبيتوا تعادلوا أي إشي أكيد برجع لكم حسب الضوء هون تركت الدجاج يأخذ لون من القلاية لأنه لازم يأخذ معنا لون ذهبي إذا حبيتوا تدخلوا الدجاج الفرن حتى يأخذوا اللون أكيد برجع لكم هون آخر إشي طبعا طفيت الدجاج بدبس الرمان بيعطي نكهة كثير طيبة بالنسبة للخبز هون أنا رح أستخدم خبز الترتلة من السويتس وأكيد الكمية تقديرية تقريبا هون أنا استخدمت باكتين كل باكت فيه ثمن حبات إذا حبيتوا تستخدموا خبز الصمون أكيد برجع لكم بس الأطيب والأخف تستخدموا خبز الترتلة هون حطيت كمية منيحة من كريمة الثوم ونزلت الدجاج وحطيت هون طبعا البطاطا كمية منيحة بالإضافة إلى شرائح المخلل ورجعت هون حطيت كمية من الكريمة الثوم وبعدها حطيت شوي من الزيت اللي كان مع الدجاج هلو هون لما تيجي تسكروها بتسكروا الأطراف كثير منيح بتحاولوا تجمعوا كل الحشوة وبتلموا الخبز بهاي الطريقة طبعا الطريقة كثير سهلة بعد ما خلصت هون لف الساندويش على طول حطيته على الصينية طبعا عندي هون الصينية مفروشة ورق زبدة الأفضل تكون عندكم مفروشة ورق زبدة بسحل عليكم الشغل رتبتم بهاي الطريقة وبهيك عندي الصينية صارت جاهزة الخطوة البعضية هون رح أدهن الخبز بسلصة البيتزا طبعا عندي هون الصلصة لازم تكون باردة حطيت كمية منيحة من الصلصة وهلا هون رح أوزحها على كل الخبز طبعا هون لازم تتوزعوها كثير منيحة حتى ما ينشف معكم الخبز بالفرن هون رح أنزل كمية منيحة من جبنة المزرلة رح أحاول أوزحها وبالنسبة للخضار هون استخدمت الفلفل الرومي اللي منون هون خلطته بزيت الزيتون والأعشاب الإيطالية بتعطي نكهة كثير طيبة وحطيت هون كمان الزيتون الأسود ورجعت كمان هون نزلت من جبنة المزرلة قبل ما أدخلت صنية الفرن حطيت على الوجه الأعشاب الإيطالية وحطيت رشي من زيت الزيتون ودخلتم فرن حامي على درجة حرارة 200 من تحت حتى ذابت مع الجبنة بعدها شغلت الشواي من فوق طبعا أنتوا هون لازم تشوفوا الخبز من تحت حتى يأخذ معكم لون تحميرة حلو هيك عندي أول ما طلعتها ما شاء الله نكهتها وريحتها طبعا هالوصفة لازم تتربوها سهلة وبسيطة وكثير العيلة بتحبها هاي الوصفة لليوم إذا عجبتكم وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم قناتي والاشتراك فيها تفعيل زر الجرس حتى يصلكم جديد القناة ويعطيكم ألف عافية وشكرا جزيلا لحسن المتابعة معكم علا طشمان من قناة أطيب الوصفات يمي